أهلا بيكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقس هيكون مائل للبرودة صباحا مائل للدفء النهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال السعيد معتدل على السواحل الشمالية والحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وبالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على جنوب البلاد النهاردة فيه نشاط للرياح على مناطق من الكاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال وجنوب السعيد كمان فيه فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة على فترات متقطعة أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري كمان أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر هتكون متوسطة ورعدية وقد تغزر أحيانا وأمطار كمان خفيفة على مناطق من شمال التفاصيل عن حالة التقس النهاردة بتنضم لنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير دكتورة منار صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل السادة مشاهدين أهلا بك أهلا بحضرتك كان احنا شايفين أجواء الشتة رجعتين كاملة متكملة بالمطر بالبرد بالشوارع وكل حاجة طيب يعني هل هنكمل النهاردة لحد آخر اليوم برضو مطر ولا أخبار التقسيين النهاردة طمينين بالفعل يمكن احنا اليوم مكملين في الأجواء الشتوية احنا منذ مساء أمس وخلال فترة الليل وحتى الآن في أجواء شتوية في أمطار تنخفض في درجات الحرارة وده بسبب أن احنا بنتأثر بمتداد منخفض داوي متعامل في طبقات الجو الأولى على رتساعة من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض أيضا كتل هوائية الشمالية راتبة قادمة من جنوب رجمة مرورا بالبحر المتوسط منحافظة في درجات حرارتها فده هيساعد بشكل كبير على مدين من الانفصاد في درجات الحرارة اليوم لأن العظم اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 21 درجة مقاوية خلال فترة النهار مع وجود نشاط جريح على أغنب محافظات الجمهورية سرعاتها بين 30 إلى 45 كيلو متر على الساعة هيساعد بشكل كبير على إحساسنا أكثر بانفصاد درجات الحرارة والأجواء الشتوية فترات الدين أيضا هتكون أجواء باردة على أغلب الأنحاء لأن الصغرى خلال فترة الليل هتكون 13 درجة مقاوية كمان الأمطار بدأت منذ مساء أمس ومستمرة حتى الآن في أغلب محافظات الجمهورية لكنها متفاوطة تشتدة تختلط من محافظة لمحافظة اليوم استمرار الأمطار هتكون أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعبية أحيانا على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرمض مطلوح الأسكندرية كمان شمال الوسف البحري البحيرة تطريب الصيف الدقهلية بنيات برتعيد رفح العريش أيضا الأمطار بتتقدم للمناطق الداخلية لكن لكميات أقل أمطار يمكننا القول المتوسطة إلى خفيفة ورعبية أحيانا على جنوب الوسف البحري المنطرية والغربية والشرقية وبعض المناطق كمان من مدد القناة تمتد الأمطار كمان للقاهرة الكبرى حتى مساء الجوم في فرص بقوط أمطار على أغلب محافظات شمال البلاد حتى كمان محافظات شمال السعيد هتكون عليها أمطار خفيفة وبعض المناطق من جنوب سينة فالأجواء اليوم هتكون أجواء شتوية فيها كل العناصر الداوية من غدا إن شاء الله هيكون تستمرار بخفيفة درجات الحرارة لكن فرص الأمطار هتبدأ تقل تبدأ بتتلاشى منعنا المناطق الداخلية وسنقصل فقط على السواحل الشمالية للبلاد لكن هيكون تستمرار لخفيفة درجات الحرارة لكني اتح creed أن نشوف في الأجواء هيكون من يوم الجمعة القط aktif sein أيها أنا مستني يديمس من يوم الجمعة إن شاء الله البوم معها هيبدأ يأثر علينا مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. فتبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع فنبدأ نحس بالارتفاعات الصفيفة والتدريجية في درجات الحرارة. يكون تجيادة طبعاً لفترات سطوع عشاعة الشمس وتعود الظاهرة الجوية المؤثرة معنا هو تكون سابونة مائية فترة الصباح الباكت. فاعات الليل المتأخر الأغلب الصرق الزراعية والسريعة والفريبة من المطلحات المائية. الأمطار اللي احنا تصنعها بالأمس والمتوقع في اليوم هي أمطار رعضية وتسقط كمان معها حبات البرد وهي أمطار طبعاً شدتها مختلفة احنا مهم جداً ننصح كل أستاذ المواطنين. أثناء سقوط الأمطار لازم نبتعد عن أعمدات الإنارة. أتشاك الكهرباء الوحل إعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع المباني المتهالكة للأشجار مهم كمان تكون القيادة تصدق تام على أغلب الطرق أثناء سقوط الأمطار واللي بنأكد عليه الملابس الشتوية لازم تكون خلال فترات جيدة. فأحنا خارجين بازم نصح معنا شكت لأن احنا هنحس بالزرودة وانخفاض دراجة الحراب شكل كبير خلال فترات جيدة. سحية طيب. بالنسبة لي نصيح حضرتك للمواطنين المعتدين على الخروج بعد الفطار هل برضو يتقلوا في الهدوم؟ هل هتكون الأمطار غزيرة النهار ده بالليل ولا لأ؟ هو إحنا طبعاً تدرجياً مع دخول فترة المساء تبدأ كبنات الأمطار تقل وتنحصر فقط بعض المناطق من شر البلاد لأن المخصص الجو اللي بيأثر عليها هيبدأ يتحرك بسجاه بلاد الشام. فتبدأ الأمطار كبناتها تقل خلال فترة المساء. لكن هيكون في نشاط لرياح زي ما قلنا طراعاته مع بين 30 لـ 45 كم على الساعة. وفي طبعاً خطة هواية منخفضة دراجات حرارتها. فهنحس بالبرودة وهنحس بالأجواء الشتوية جداً خلال فترات المساء. فرص الأمطار هتقل له آه. لكن أحساسنا بالبرودة هيكون موجود. فعشان كده لو هنخلق بعض الفتار وإحنا خارجين لازم نستدي ملابس الشتوية. إحنا بنقول فترات المهار في بعض الناس بدأت تخفي فترة النهار. فإحنا ما فيش مشكلة فترة النهار. مع وجود بعض أشياء تستمس ممكن نحس معها دي الأجواء المقلة للدفء. لكن فترات جديدة بنأكد لازم نستدي الملابس الشتوية. وناخد بالنا من سقوط الأمطار في المناطق الشرقية. يعني فرصح والعريل بعض المناطق من شمال وسط سيناء. لأن المطافة الجوية هيكون تحرط بسجاه بلاد الشام ويأثر بشكل كبير على جمهورية نصر العربية. بإذن الله. ناخد بالنا من تكون السبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق. لأنه ممكن السبورة المائية طبعاً تأدي نفساد الرؤية الأسقية. خاصة مع تواصل وعمل الرطوبة بعد خط الأمطار. طيب. سؤال بقى مهم جداً. دلوقتي الناس بدأت تستعد الأجازة العيد إن شاء الله عيد الفطر بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. ففي ناس بدأت تنزل تشتري هدوم العيد. في ناس بدأت تحضر للأجازة. ممكن اللي بتأخر شوية. بس عايزين نتطمن برضو. وضع الطقس هيكون إيه وقت العيد. وهل هتستمر معانا حالة عدم الاستقرار في الطقس أيضاً في أيام عيد الفطر المبارك؟ طبعاً كل سنة وحضراتكم طيبين وخير وكل المطلئين بخير يا رب. هو إحنا بنقول تدرجياً إن شاء الله من يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة تتاجه نحو الارتفاع. تدرجياً تكون 24 و 25 توصل مع الأسبوع القادم ل 27 و 28 درجة مقاوية. فإحنا هنقول إن إحنا فترات المهار تكون ملابس خليفية. لكن ما فيش ملابس طيبية لأن إحنا لسه فترات اللي هنحس بالبرودة. فهنحتاج وإحنا خارجين نصحب معنا داكس. فإحنا على الأقل الملابس تكون ملابس خليفية. يعني ملابس بكمة أو قطعتين ملابس. مش ملابس طيبية. لأن إحنا لسه فترة الاختلاف درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل. لتكملة معنا الانتهاء شهر أربعة. يعني هتكون موجودة معنا فترة العيد. فناخد بالنا من الملابس عشان تغيير موقعات الملابس بين النهار والليل. ممكن يصدنا بنزلات البرد. فعشان كده بنقول على الأقل تكون ملابس خليفية. إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم وتعالوا نتعرف دلوقتي على درجات الحرارة النهاردة. لو بصينا كده على درجات الحرارة هنلاقي في القاهرة. العظمة 21 والصغرة 13. العاصمة الإدارية 22-13. الإسكندرية 20-12 والعالمين الجديدة 20-12 أيضا. مطروح 19-12 ودميات 21-12. برسعيد 20-12. والإسماعيلية 22-11. في السويس درجة الحرارة. العظمة 22 والصغرة 13. والعريش 20-11. كاترين العظمة 19 والصغرة 7. أما في طابة. فالعظمة 21 والصغرة 12. حلايب 26 21 وشلاتين 30-19. في شرم الشيخ. العظمة 28 والصغرة 16. وفي الغردقة العظمة 27 والصغرة 17. ونروح للفيوم العظمة 22 والصغرة 12. بني سويف 22-12 أيضا. الويدي الجديد 25-14. وأسيود 23-12. سوهاج 24-13. وإنا 24-14. في الأقصر 26-15. في أسوان 27-16. 28-16. وكذا تكون انتهت نشرتنا الجوية وعودة لعبدالصمد ومننا واستكمال باقي فكرات صباح الخير يا مصر. عبداليكم عبدالصمد ومننا طمينة كده على التقس انت عبدالصمد. يا ربنا يطمينك يا رب. إن شاء الله في الأيدي بقى الجوة حلو بإذنك. إن شاء الله يا رب كل سنة. إن شاء الله يا رب كل سنة. شكرا لك. وإنت طيبين.